السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم كنشكركم دائما على تشجيعاتكم المتواصلة وعلى دعمكم المتواصل واللي بلا بهم ما يمكنش نهائيا أننا نتشجعوا ونلقوا الطاقة باش نستمروا في هذا النشاط دائما شكر لكم ودائما راه تعليق ديلكم كتعلم منها ماشي فقط غير كتفرحنا وكتشجعنا بل كنتعلموا منها كنتعلموا من ملاحظتكم من تعليقاتكم وحتى من انتقادات ديلكم والصراحة تعليقكم كنلقاها في غاية الدقة والدكاء شكرا لكم مشكورين دائما فعلى بركة الله نبدأوا مواضعنا اليوم قد نبدأوا باعتراف من قلب الجزائر أن الصحراء الشرقية مغربية وكذلك لازم أننا نطرقوا على ما يقع في السودان الشقيقة واش بالفعل ما وقع للقوات المصرية حقيقة أم أن هناك سيناريوهات محبوكة يهدف إلى تقسيم جديد في السودان ونشوفوا المغرب يرفض طلب بن سلمان والسعودية تصفع عبد المجيد فابقوا معي مواضع مهمة جدا كالعدم نوسيقكم مش اللايك والبرتاج والتعليق للفيديو فعلى بركة الله نبدأ وصول بالموضوع سافر جزائري سابق لهذه الأسباب سقط اتفاق غارج بلاد بين الجزائر والمغرب إخواني أخواتي هذا اعتراف من قلب الجزائر على أن الصحراء الشرقية مغربية فاليوم تصريح من ديبلوماسي جزائري كي يعترف بلسانه أن اتفاقية ترسم الحدود بين المغرب والجزائر والتي تدارت في السبعينات غير سارية المفعول وغير مقبولة وغير قانونية وغير معترف بها فالشرق شو كتقول كتقول بالجزائر من حقها أنها تستغل غارج بلاد وتستغلها بوحدها علاش لأن الاتفاقية اللي كانت تدارت في بداية السبعينات بين الجزائر والمغرب ديال ترسيم الحدود الجزائر كانت أنا داك صادقة عليها ودتها للأمم المتحدة فبالنسبة للمغرب ما صادقة عليها أو ما صادقة لهذه الاتفاقية حتى بعد مرور 20 سنة من التوقيع يعني حتى الـ 20 سنة من التوقيع على هذه الاتفاقية عاد صادقة لها المغرب في بداية السبعينات ولم يسلم الوتائق وبالتالي الشرق كما كتقول أن الجزائر من حقها تستغل غارج بلاد لأن الاتفاقية غير مفعالة وغير قانونية الله أكبر شاهدة شاهد من أهلها الاتفاقية غير مفعالة الاتفاقية غير قانونية وبالتالي هذا اعتراف صريح أن الحدود لحد الآن غير مرسمة وغير متفق عليها فالمغرب حسب اعترافكم من حقه اليوم أن يطالب بالصحراء الشرقية المغربية أما الآن سنتقلوا لما يقع في السودان صراحة كانت أسفو هذا الشيء الذي يقع في السودان وحسب وسائل الإعلام تم رصد ثلاثة طائرات مصرية في الهواء الطلق في عزل الإضطرابات في السودان أيضا تم أصر عشرين عنصر من نخبة الصاعقة وإدلال الجيش المصري علنا من طرف رجال حميتي وهذا الشيء اللي بينته مقاطع فيديوهات اللي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي العالمي وتقد تعامل قوة الدعم السريع مع الجنود المصرية المعتقلين واللي ظهروا بزيهم الإسكاري العائد للجيش المصري واللي بين أن هذا الزي راجع للقوات المصرية فإخواني أخواتي في هذه الحالة جوج دي السيناريوهات الممكنة الأول أن المخابرات المصرية في انتهت صلاحية ديالها انتهى عصرها الدهبي ودخلات في دوامة الفشل المتتالي الشيء اللي خلالها توصل هاد الفشل وهاد شيء كيف فكرنا بالجيش المصري واللي كانوا مساندين للجيش الجزائري وباقي القلاب الضالة لما كانوا بغين يهجموا للمملكة المغربية الشريفة وياخدوا منا صحرائنا المغربية هاد شيء إخواني أخواتي إلا كان نشان بالصح راه فشل كارتي بالنسبة لمصر وبنسبة المخابرات المصرية لدرجة أنه مرضوش الخبار شنو واقع في السودان شنو واقع في الجوار يعني فاضيحة من العيار تقيل جو الاحتمال الثاني هو أن المخابرات المصرية تكون عندها علم يعني تكون عندها علم وعلى علم شنو غادي يوقع في السودان ولا ربما الزيارة ديال بنزايد والسكوت المصري كيدخل في هاد السياق وبالتالي الأسرة كانوا مصيضة لأي تدخل عسكري لدعم الجيش السوداني والدعم لقوات حميتي لكن الأيام القليلة المقبلة غادي تكشف لنا المصطور فإخواني أخواتي شنو واقع اليوم في السودان راه نتاج للحكم العسكر فعلى أيين نتمنى لأهل السودان الشقيقة أن تمر هاد الأزمة بردا وسلاما بالفعل نتأسف لما يحدث اليوم في السودان غادي انتقلوا الإخوان للمغرب والسعودية فمصادر كتقول باللي كانت محادثات ما بين المغرب والسعودية وصلت لطريق مسدودة مصادر كتقول باللي كانت مكالمة هاتفية ما بين وزير الخارجية المغربي السيد ناصر بوريطة ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان هنا إخواني أخواتي هاد المكالمة من أجل المغرب يلي الموقف دياله على سوريا في المغرب عنده شروط هو خاص سوريا ترفع يديها ما تدعمش لانفصالين ديال بوليزاريو وكذلك الاعتراب بمغربية الصحراء فالسعودية أو محمد بن سلمان كي يحاول أنه ينجح القيمة دياله وبغي يدخل للتاريخ على أساس أن المجهودات الدبلوماسية دياله جابت نتيجة فالمكالمة اللي كانت ما بين فيصل بن فرحات وش سيد ناصر بوريطة وزير الخارجية السعودية قال بلي السعودية كتضمن للمغرب على أن سوريا ما تدعمش البوليزاريو فالجواب ديال سيد ناصر بوريطة كان جواب خاطر جدا جواب ديبلوماسي قال لي خاصو يتقال خليه هذا غير كافي هاد الشي خاصنا نسمعه مباشرة من بشار الأسد لأن سوريا اللي كانت تحرش بالوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة فهذه المكالمة حسب المصادر ما كانتش فيها المجاملات بل هاد المكالمة توضع فيها النقاط على الحروف بحكم أن الأمر كيتعلق بالوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة بالإضافة أن وزير الخارجية السعودي في هاد المكالمة قدم دعوة رسمية للمملكة المغربية لحضور وحد المؤتمر من ضمن جموعة ديال الدول باش سعودية تمهد القمة العربية فبالنسبة للجزائر فلحد الآن عبد المجيد رئيس الجمهورية الجزائرية يتألم لأن ابن سلمان انجحه وصرق منه الأضواء وفعلاً غد ينجح بالكارثة يا الإخوة الكارثة اللي وقعت للجزائر يعني صفعة مدوية للكابرانات أن السعودية عرضت على مجموعة ديال الدول الواحد المؤتمر غد يديره من أجل التمهيد كما قلت لكم أو إقناع الدول لعودة سوريا لها الجامعة العربية فالما المعروف أن أكبر دولة داعمة في أفريقيا لسوريا هي الجزائر الجزائر دائماً كتدافع لعودة ديالسوريا للجامعة العربية وكانت السعودية مقاطعة والداليل في القمة العربية الأخيرة اللي كانت في الجزائر ديالقمة الفاشلة السعودية ما بغتش سوريا ترجع ولكن اليوم السعودية بغية سوريا ترجع للقمة العربية أو للجامعة العربية السعودية عندها مصلحة وإحنا ما كانت تدخلش في الأمور الداخلية ديال الدول سوقها هاداك هنا إخواني أخواتي اليوم السعودية كتصفح الجزائر علاش اليوم ما حسبتش على الجزائر كأن الجزائر لم تكن يعني عطت لهالنخالة فالسعودية عرضت على تسعادية الدول باش يحضروا لهذا المؤتمر كان منهم خمسة ديال دول الخليج العربي وزدت معهم مصر وزدت معهم العراق وزدت معهم الأردن وحتى المغرب كما أقول لكم يعني المكالمة الهاتفية اللي كانت ما بين السيد ناصر بوريطة ووزير خارجيات السعودية إلا الجزائر الجزائر كأنها لم تكن الجزائر كأنها غير موجودة فإخواني أخواتي من الشروط لشرطها المغرب هو خاص بشار الأسد يضمن أنه يوقف دعم الميليشيات ديال بوليزاريو والاعتراف بمغربية الصحراء وبطبعة الحال هذا هو المنظر اللي يشوف به المغرب صدقة الدول يعني اللي يعترف بمغربية الصحراء فأهلا وسهلا به أما اللي يهدد الوحدة الترابية للمملكة المغربية ألا صدقة معه بل العدى المهم إخواني أخواتي هناك شيء هاد الأيام يعني هاد الأيام القليلة هناك شيء يطبخ وغد نعرفها إن شاء الله إخواني أخواتي حتى اللي هناك نكون وصلنا النهاية ديالهاد الفيديو تحية لكم كبيرة شكرا للحسن المتابعة شكرا للحضر ديالكم الدائم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته